القرآن ذوال ربي عزيزان السفوان سطلا مرتفاف اتسوين ذو فريد مسلماء ورثكين دماء قرآننا قلوبنا له سكن أرواحنا له وطن يملأ فينا عقلا ووجدانا ما أتعس من سار بغير منهج طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبدا دهر ظنآنا وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا بسم الله والحمد بالله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله درس 444 من دروس التفسير ومازال أكد صورة فاطر السجيم يرضى ربي أذن فسر سليا فيس خمسة ألم ذليا فيس عشعة مع الدرس 444 من دروس التفسير نعيش معه الآيات من الآية الخامسة إلى غاية الآية العاشرة من سورة فاطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس يا أيها الناس إن وعد الله حق الخطاب للناس الخطاب ما تشي للمؤمنين فقط للناس أي غر الخطاب للناس لأن الأمر يهم جميع الناس هو أمر البعث والنشور والجزاء ولفت الانتباه إلى العدو المبين وهو الشيطان لذلك ربنا عز وجل ينبه الناس إلى هذا المصير المحتوم يا أيها الناس أربي السوال إث خلقيف تصرامي لواندا أربي سبحانه السوال المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته خطاب مجل المؤمنين يا أيها خطاب المؤمنين للارتقاء في مدارج الكمال البشري ولكن مسألة البعث والنشور دونيث لا خرف أعذى ومقران للميد ديكلاري اسمه ربي العدو المبين وهو الشيطان لذلك يجب أن يكون خطاب للناس أمدنا إن وعد الله حق ما يعنيه يقول وعدا يا ربي تلس هذه الآية يظن ربي ند إن الله لا يخلف الميعاد ربي فكاد الوعد وعد حق المؤمنين أمنا المؤمنين زران أي دينا ربي سيز وياض خاطئ لذلك الموت الموت أي غير قرن الموت حق لماذا؟ الموت حق لأنه لا تقبل الافتراضين أحد الافتراضين قد وقد نقول فلان قد يسافر قد لا يسافر قد يحج قد لا يحج قد يبني عمارة قد لا يبني قد وقد ولكن نقول فلان قد يموت وقد لا يموت لا يمكن يموت يموت نموت نموت لذلك ربي في صورة قاف في الآية الصعطاش قال وَجَاءَتْ سَكَّرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد من جهتي ثانية الممنين اليوم القيامة غيج على ربي السيسن أذكركم وأذكر نفسي بالآيات الأخيرة من صورة الزمر مَرَكْش من الجنث كُلِّي وَنْ يُفَنْثِذِسَ الكفار وفَنْثِذِسَ الممنين وفَنْثِذِسَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهْنَّمَ زُمَرَةً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوابُهَا وَسِيقَاتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلِيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يُومِكُمْ هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم وخالدين فيها فبيس فبيس مثوى المتكبرين انتهى المشهد المشهد الأول انتهى مصير الكفار المشهد الثاني كلمة العذاب؟ أمكثل اسم الديث للكفار أمكثل اسم الديث للممنين وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرَى حَتَّى إِذَا جَأُوهَا وَفُتِحَتْ وَفُتِحَتْ بُوابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ أمذان يسمى جيلاً سوم امذان يسمى الثاني أمذان أمذان سأضحه وتظهر بالأمذان أمذان تصغر وهناك قرن اسمها أمذان تصغر من الغرور هناك قرن يزوره أمذان تصغر من الغرور يتغرر تستغزيل العمر يقرص مزيلا مزيلا المترسل السوضى عشرين، ثلاثين، ماربعين مسكن هذا الجن الذي عنده عشرين سنة ما الذي يتحدث؟ بعد ستين سنة أو ثمانين سنة عشرين زائد ستين أو ثمانين وكي يرى أحد كبير عنده ثمانين سنة يقول له الشيخ كبير على بلك الذي يتحدث؟ قبل ستين سنة كانت كيف أنت؟ هو الذي يتحدث منك؟ بلك يدير سبوري يدير يحصرها بلك عنده ميداليات ذهبية في عديد من المياضات ها ولكن العمر والسام الوضان لحون تتداول علينا الأيام والليالي فنقترب جميعا من مصيرنا المحتوم الشيخ محمد الحسين إذا وليد نقر الفذاء إلا يسهول تصبحيث أورنسعي ثامديث ولش إيض أورنسعي ثافجريث أذف الله سيعفوه يرحم ذوال يسعى نزال لذلك يا ربي سبحانه أغدقار حذرة كنت غور الدونيث حذرة كنت يغور الشيطان بأي شيء إما بالمال المال يغر العمر يقول علي بن أبي طالب يا من بدنياه اشتغل دنيا وغره طول الأمل الموت يأتي بغتة وَالْقَبْرُ صُنْدُوقُ العَمَلُ أَذْكَى ذَا صُنْدُوقُ نُلْخُذْ مَبُمْ ذَا أَيْنُّ بِدُونِيث حيث يغلث ذلك لمزيد من البيان أَرْبِ قال إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوَ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوَّا خلاصة واضحة أَرَبَّ أَغْدِقَارَ الشيطان ذَا ذَا وَنُوَان عَدَوَةٌ قَدِيمَ وَعَدَوَةٌ لَدُودٌ عَدَوَةٌ أَقْدِيمٌ إِذْرَامَ ثَمَا شَوْنْسَوْنْ سَيْدْنَا أَدَوَةٌ أَدَوَةٌ إِمِكُمْ الرَّبِّي صُّمْحَالُ الْمَلَائِكَةَ أَسْجِدِنِي أَدَوَةٌ سُجُودَ التَّكْرِيمُ كلُّ الْمَلَائِكَةَ سَجَدُوا ما عدى هذاك؟ أبدأ يقول يقول أنا خير منه أنا كذا لذلك الإنسان يجب أن يقتدي بآدم ولا يقتدي بالشيطان أي واحد مننا يعصي ربي يغلط يقول استغفر الله كما قال آدم استغفر ربي أما الشيطان لا تغنى نسي قرآن خير منه خلقتني منه أي ما عندي فلسف بالنسبة عنده قضية عادلة بالنسبة إليه ولكن للأسف هو يدافع عن قضية باطلة لذلك الله يرحم الإمام البوسيري في قصيدة البردة قصيدة جميلة جداً معقدة هادية هادية قصيدة البردة وأنا أقصد ما أقول رباً واحد يكون يقال في اليوتيوب يقولك هذه القصيدة فيها الشركيات فيها لا حول ولا قوة إلا بالله هادية 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 يرسم لك الخطة بالتفصيل كيف هي النقطة هذه النقطة التي صعبة جاء الشيطان والنفس الشيطان عدو مبين إنها ربي عدو مبين الإنمي تتكلم والنفس الأمار بالسوء عدو مبين اتفاقية لدمار الإنسان هل تفهمين؟ قال لازم نتتربوها للإنسان النفس مع الشيطان يتعاون يتعاون مليح في الحكاية طويلة لخصها الإمام البوسير في قوله يقول وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما نحضاك النصحة فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم قصيدة رائع جدا هادئة وهادئة رحمه ورحمته الواسعة أربي قال إن الشيطان لكم عدو فاتقناه عدو لما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير فاتقناه 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 لما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير من أصحاب السعير بعد نظر نقطة تكميلة الذين كفروا الكفار لهم عذاب شديد أو ربك يقول عذاب شديد هم شديد أي واحد مننا يريح تحت الشمس يقول الله ما غير اليوم أنسي بورطاب ويتبن هذه أنسي بورطاب ويتبن يا تسعة وثلاثين ولا أربعين درجة ولا خمسين درجة لا شيء هذه كلها لا تقارن هذه كلها النار انتع الدنيا تخاف من النار جهن نسأل الله العفو والعافية إذن ربك يقول عذاب شديد هذا وصف قرآني لهذا العذاب لا شك أنه شديد نسأل الله العفو والعافية الذين كفروا كفروا الكفر أكبر خطأ يرتكبه الإنسان في حياته الكفار على خطر عظيم هو الله غباء لو كان أمه واحد يعيش عشرين قرن في الدنيا يبرد قلبه عشرين قرن كافر يدروا ما يحب هو يعيش غيش وياه بركيا خمسين ستين سنة سبعين أخي مئات سنة بعد بالماثماتيك كيف تحسب بالمناسبة ربي نجحك على ذراري والباك والبوهم على منا إن شاء الله لا ننسى في النهاية ندر تعليق خفيف في الموضوع هذا هو بلغة الحساب الدنيا لا تقارن الدنيا قصيرة ولو طالت يعني شخص يعيش ثمانية سنة سنة يقول كبير والرهي ثمانية سنة والرهي ميات سنة بالنسبة الحياة الأبدية يموت بنادم خلاص يبدأ رحلة الخلود ذاك سمعت في آية صورة الزمر وسيقى الذين اتقوا بعد الحند لله الذي صدقنا وعده وأوراثنا الأرض وقبل ذلك فادخلوها خالدين 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 هذه معنى إيترنيل معنى تدخل الجنة بلا حدود ثم اللي يقوله الحند لله الذي صدقنا وعده كي سمعوا أهل الجنة كلمة الخلود أي أنهم تزرموا في حلوبهم الأمل الذي لا ينقطع ذا السيرم بلا ثلاث أما في دار الدنيا حتى ونحن نعيش بعض متعة الدنيا بعض المتعة أولاً هي زائلة لا تدوم قصيرة ثانياً لها منغصات منغصات ما يعيش منغصات معناها لا تتمتع بها متعة كاملة هاو عندك سيارة جديدة بزاف تفرح بها يكون واحد يخدشها الكبر ككذا بلك الخوشوع يروح لك قاع يا عجب السيارة مينبا بعد هش سبع أيام الله أكبر يبدأ هذا هذا نقول كل الناس حاشا ماشي هكا ولكن باش نقول باللي الحياة عندها منغصات عندك شركة عندك ربعين كاميون كل عشية يدخلوه هاو جوا تسعة وثلاثين واحد ما جاءش تتقلق هاو البيلون تعال الشركات بلون ملايير وكذا كونتابيليتي تدير حسابك تشوفها السنة هذه والله يخسرت ناوي باش نربح سبعين مليار ربح تغير خمسين مشكلة ومبعدين تتقلق هذا هو الإنسان ولكن كيك الإيمان والظاهر ينسج المؤمن مع الأقدار بشكل في غاية الجمال والروعة اللي يجمر حبابيها عادي قدر الله وما شاء فعله أما رحبستك شير ربي ما رحبس وين يوران أين لن؟ يسعى القناعة الإمام الشافعي الله رحمه يقول له إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سوى ميل أوليك يروى فوانت تقول أنهج شامي نيكس فندونيك مرّا وفلس نعفو ربي نعود ربي قال الذين كفروا لهم عذابون شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لاحظوا كل ما ربي يذكر الإيمان يربطوا بالعمل الصالح والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا ليس عاملوا أحد صفر لا لا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربي قال نعم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرتون علش ربي قال له مغفرتون بش يتصفى ويدخلوا الجنة صفين لأنه ما كانش ليقولك لم أذنب الذين موجودة الصغيرة والكبيرة وإلى آخره ربي قال له مغفرتون وأجر كبير وهي الجنة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا شفت كيف هذا؟ هذا الاستفهام للإنكار جوابه بالتقدير بمعنى أديس الشيطان كتدفسيف أين لان ذا الحرام؟ أثش الحن بشاديبان يزين يلهام وهذا هو الشيطان لو كان قولك الرشوة تقول حرام الرشوة تبريزي لو كان قولك فكس كان الملح وفوث؟ فاتته فكس الملح وفوث أين سيد يسلم الحفوث؟ الملح نتعى اليد ولا نتعى الرجل ولكن الملح وفوث تزين مفهوم المسألة كيف؟ وأشياء أخرى واحد يكتب في المخمرة وأكرمكم المخمرة اكتب المشروبات الروحية حبابك لا تدخل المشروبات الروحية لا تدخل القسم عليها يقول اسم ليسا العنصر لا حول ولا قوة إلا بالله مشروبات حرام كتب العنصر العنصر هذه حاجة مليحة العنصر الذي يأتي تحت الجبل تقول ندخل العنصر لا تدخل العنصر تزينها لو عبسة الريبة أيضا ما يقول يقول نعم يقول بركان تيري أما يقول الفائدة أنفر قربح مشكلة كبيرة لذلك هذه الطريقة من طروب الشيطان والنفس أما ربي السوء أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء شرحنا هذه المسألة كثيرا فيما سبق باش ما يجيش واحد يقول صافي ربي هوا لا 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 أربي سبحانه قال فهدا إنه النجدين أربي في قلدي فردان أفريذ السلاك أفريذ السلامة أورثكين داما أو كثير فردان ويا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبولة فتفرق بكم عن سبيله إذ الذي اختار طريق الضلال يتحمل النتائج انتهى الأمر مدام عنده العقل وعنده هذا القرآن الذي قال ربي عليه في سورة الإسراء الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام إذن كل واحد يتحمل مسؤوليته وين يزرع بندم أثيغلة الآخر أم بعد فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حصارات النبي صلى الله عليه وسلم يتألم على الناس يغيظوه الناس ليضيعوا ليعصوا ربي يغيظوه وربي قالوا فلا تذهب نفسك عليهم حصارات يعني شيء يخص مضر واجبيه الرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة واذا يغيظوه ربي هو اللي يهدي يلا إن الله عليم بما يصنعون يعني لا تخفى على الله خافية ربي أين كفرني الزراث أي ندي ظهرا يحصاث والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به لارضا بعد موتها كذلك النشور ربي سبحانهما لكي يقرب الفكرة فكرة البعث إلى المهام والقلوب حطنا هذا المثال يعني أنتم عارفين السحاب سمي السحاب سحاب لأنه يسحب تأتي الرياح تسوق تحرك هذه الرياح الرياح العانرة بالماء السجنة يسعان ماء الخطر هناك السراب وهناك الرباب الرذاب الرذاب هي السحاب التي تحمل الماء أسينا يسعان ماء أدى السند يسوى ضوة يحرك أثي حرك أثي حرك أمدى يحرس دين أدفن وماء الغيث سيد ربي ند في آية أخرى فطر الودق يخرج من خلاله الودق معناه المطر الغيث ذاكي ربي سبحانهما فتثير السحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها ثموث 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 فأحيائنا يوم البعث ويوم النشور الآية الأخيرة من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً ونفغان العزة العزة جميعاً الآية أخرى العمران وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْجَنُوا وَلَا تَحْجَنُوا وَأَنْتُمُوا لَعْلَوْا وَإِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إذن العزة هي ثمراً من ثمرة الإيمان قارن الله بين العزة والإيمان أربي ذاك إنه من كان يريد العزة وإنه بغان يعيش عزيز يرقى إلى هذا المقام السامق فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب أكويني لهان لإنسية القرآن لدعاء ذكر استغفار نصيحة دعوة كل شيء غلى أرسل يصعد سعود الارتقاء إلى الله الكلم الطيب وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ونحن في الأيام الأولى من شهر ذي الحجة هذه الحاديث كثيرة في الموضوع وماذا عندها صلة بالآية مباشرة سبحان الله وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَلَشُوا السَّنَ عزيزِ نَفْسِي ذَي رَبِّي كما هذه الأيام الأولى من شهر ذي الحجة شهر ذي الحجة شهر الله الحرام ذي الحجة وهو من الأشهر الحرم إلى نحنٍ الحان وأن نزمير يو الزهوم المقارة هم سوة مستثعة يومي و الالفات هو حيث يقف الحجاج في موقف عرفات الذي يشبه يوم اليماء ولش أسي شوفان ذي يوم البعث والنشور أم يوم عرفات الجمالية والحجاج ونبي عليه الصلاة والسلام لدى الحج عرفة فهو ركن ركيم من أركان الحج وياض أولا رفنا إذن مشروع استثماري مع الله أنه الإنسان يسوم نهار ربي يغفر له عامين العام اللي يفعل العام اللي جاي العمل الصالح والعمل الصالح يرفعوه والذين يمكرون السيئات يا لطيفو جديد بعد نفسه لهم عذاب شديد تكرى مرة أخرى ومكر أولئك هو يبور باطل فاسد إلى حوله أكثت الوصف المشيكا أما السعذبين أريخذ من أين الهان أثياف دعوين يتسرجون ذي الخرف ميلان ذو الامتحان الحقيقة كلنا مختبرون لا يوجد كلمة يذكرونها الكثير من هذه الأيام كما الاختبار اختبار 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 كلنا اختبار كلمة الاختبار فقط أذكر بأمرين الأمر الأول كلنا مختبرون والحياة كلها اختبارات لا يوجد كلمة الامتحان الحقيقة لا يوجد كلمة الامتحان الحقيقة لا يوجد كلمة الاختبار لا يوجد كلمة الاختبار نتعرض له جميعا فلنهيي أنفسنا لجميع الاختبارات لا يوجد كلمة الاختبارات لا يوجد كلمة الاختبارات كلمة الاختبارات لا يوجد كلمة الاختبارات ونربح ونربحها نجاحك مؤجل يعني أنتم مؤجلون ستنجحون إن شاء الله كل من سار على الدرب وصل كذل ما علي إذا رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب كل من سار على الدرب وصل أكون وفق ربي آمين آمين الحمد لله رب العالمين